طول صاروخ توماهوك يتجاوز خمسة أمتار من دون معزز أداء الصاروخ فيما يتجاوز طول الصاروخ مع المعزز ستة أمتار ويعد توماهوك من الصواريخ متوسطة المدى ويبلغ مداه نحو 1250 كم إلى 2500 كم يطلق من المدمرات البحرية على مستوى منخفض ليستهدف المواقع البرية مستعينة بنظام الملاحة وسرعة الصاروخ فور إطلاقه تصل إلى 880 كم في الساعة وحسب ما أفاد الخبراء العسكريون أن هذه الصواريخ تتميز بدقة أهدافها إضافة لذلك يمكن لصاروخ توماهوك أن يستهدف المواقع بعبوره مسافة مستقيمة أو ذات انحناء أطلق صاروخ توماهوك لأول مرة عام 1991 خلال عمليات عصفة الصحر